الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أحبت الطلب والمتابعين لهذه القناة التعليمي حيثما كنتم أرجو الله لكم السلامة في هذه الأيام أيام الجائحة الكورونا وهذا هو الدرس الثاني في الرياضيات الأساسية أو أساسيات الرياضيات التي يحتاجها طلبة القصاد والتمويل والمحاسبة والعلوم الإداري الأخرى كإدارة الأعمال وإدارة العام وعلى بركة الله نبدأ هذا هو الدرس الثاني كما ذكرت لكم الدرس الثاني في أساسيات الرياضيات التي يحتاجها يحتاج إليها طلبة القصاد والتمويل المحاسبة والإدارة نستكمل عمليات تذكرون العمليات الرياضية التي بدأنا فيها بالدرس الأول أرجو الرجوع عليه حتى تكون الدروس متكاملة مع بعضها بعضا الآن عملية الجمع X متغير زائد Y متغير آخر يساوي Y زائد X يعني ليس هناك فرق بين قدمنا X على Y أو Y على X X زائد Y بصرف النظر الآن مع الأخذ بعين اعتبار الإشارة إذا اعتبرنا بأن هذا موجب وهذا موجب فتكون X زائد Y يساوي Y زائد X أما إذا كانت إشارات مختلفة فيجب علينا أن نأخذ الإشارة بعين الاعتبار حسب المثال والآن مثال عليها 5 زائد 10 تساوي 10 زائد 5 إذن X زائد Y تساوي Y زائد X هذه نسميها خاصية الكوميوتاتف أو التبادلية الخاصية التبادلية بالجمع فالaddition is an associative operation أو الجمع عملية تبادلية وبالتالي X زائد Y يساوي Y زائد X أي كمثال 5 زائد 10 يساوي 10 زائد 5 الآن X إذا كانت في قوس الآن عندي X زائد Y بقوس زائد Y تساوي X يعني إذن الآن X أصبحت هنا وداخل القوس Y زائد C وبالتالي لا تختلف الآن عملية الجمع هنا بالقوس أو داخل القوس لأن عملية الجمع بسموها التشاركية التشاركية السيسية ففي عند الآن X زائد Y بالقوس زائد C تساوي X زائد القوس Y زائد C كمثال عليها عند الآن 5 زائد 10 داخل القوس زائد 7 خارج قوس يساوي 5 زائد داخل القوس 10 زائد 7 وبالتالي لم تختلف الآن النتيجة النهائية لهذه العملية نتابع الآن X في Y كمتغيرة X ضرب Y يساوي Y ضرب X معنى عملية الضرب كوميليتاتف تبادلية X ضرب Y يساوي Y ضرب X والتالي هنا كمثال 5 ضرب 10 وساوي 10 ضرب 5 لا تختلف مع الأخذ بين اعتبار الإشارة لكن بالأخير الجواب يكون الشيء ذاته على الطرف الأيسر وساوي الطرف الأيمن وإذا كانت داخل القوس X ضرب Y داخل القوس ضرب C خارج القوس يساوي X خارج القوس في القوس Y ضرب C هذه بسميه عملية الضرب تشاركية associative كمثال عليها الآن 7 ضرب 8 داخل القوس ضرب 6 خارج القوس يساوي 7 خارج القوس ضرب 8 ضرب 6 داخل القوس فلم تختلف الآن هذا الطرف يساوي هذا الطرف يقينا وإن شاء الله أنه بيكون المثال واضح X سالب Y لا تساوي Y سالب X إلا إذا كان هنا مثلا واحد صحيح واحد صحيح هنا نستثن الواحد صحيح واحد صحيح وبالتالي نستثن الواحد صحيح وبالتالي X سالب Y بالعادة لا تساوي Y سالب X هنا كمثال 5 سالب 10 لا تساوي 10 سالب 5 وعندي داخل القوس X سالب Y داخل القوس سالب 5 عفوا X سالب Y سالب Z خارج القوس لا تساوي بالعادة X سالب القوس كله لأنه إذا دخلنا الآن السالب هنا تصبح موجبة وبالتالي بتكون مناقضة لهذه الإشارة فبشكل عام داخل القوس X سالب Y سالب Z خارج القوس لا تساوي X سالب القوس Y سالب Z الآن كمثال عليها داخل القوس 10 سالب 5 سالب 7 لا تساوي 10 سالب 5 سالب 7 لأنه السالب الآن إذا دخلت هنا تصبح إشارة موجبة وبالتالي هذا الطرف الأيسر يساوي الطرف الأيمن فقط بهذا الترتيب وأخيرا هنا X تقسيم Y لا تساوي بالعادة إلا إذا كانت واحد صحيح واحد صحيح فإحنا نستثل الواحد صحيح هنا X تقسيم Y لا تساوي Y تقسيم X مثلا 5 تقسيم 10 لا تساوي 10 تقسيم 5 وهنا X داخل القوس تقسيم Y أقفلنا القوس تقسيم C خالي القوس لا تساوي X تقسيم داخل قوس Y تقسيم C وبالتالي هنا كمثال 5 تقسيم 10 تقسيم الكل تقسيم لأنه يجب علينا أن نعطي أولوية كما ذكرنا بالدرس الأول أولوية للضرب والقسمة ثم الجمع والطرح الضرب والقسمة لهما أولويتان أي واحد منهم تسبق الثانية ما في مشكلة والجمع والطرح ما في مشكلة مهم أنه الأولية للضرب قسمة جمع طرح فعند الآن 5 تقسيم 10 الكل تقسيم 7 لا يساوي 5 تقسيم القوس 10 تقسيم 7 أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن شاء الله قريب البقطع الثالث والدرس الثالث في الأساسيات الرياضياتية وإلى لقاء بإذن الله